موسيقى النهاردة الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وقع مع اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي بروتوكول تعاون لإنشاء مستشفى للصحفيين في مدينة السادس من أكتوبر وإنشاء مصنع ورق النقيب قال أنه هيغطي حاجة الصحف وكمان هيغطي باقي الأغراض ويهدف لتصدير ورغم أن النقيب ما تكلمش خالص على انتخابات النقابة أثناء التوقيع لكن كثير من الصحفيين ربطوا بين ده وبين فتح باب الترشح خلال أيام وبينما النقيب لسه لم يعلن رسميا ترشحه شفنا أول مبارح إعلان دياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وشفنا كمان بداية ظهور المرشحين من الشباب والكبار في ظل مرحلة صعبة جدا بتواجهها الصحافة المصرية للأسف معنا من اسطنبول أبو المعاطي السندوبي كاتب صحفي أهلا بك معي أستاذ أبو المعاطي يعني في البداية حضرتك خط تجربة الترشح قبل كده للنقابة يعني قولينا شايف المشهد التجهيز للانتخابات ده وانا كله ازاي يعني بأعلان واضح يعني أن الكرسي النقيب محصور ما بين سلامة وما بين دياء رشوان ما فيش حد تاني ازاي شايف المشهد ده والإعداد ليه والله هو مشهد حزين جدا ومأساوي لأنه إحنا في مرحلة إنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن النقابة أصبحت هي الهدف المستهدف الأخير لهذا النظام الديكتاتوري المعادي لحرية الصحافة والإعلام وبالتالي الضربة القادمة في انتخابات النقابة تبقى ضربة قاسية جدا علينا لأنه هنا تقريبا نبقى يعني آخر نقطة في برنامجه وهو ضرب التنظيم النقابي في القلب وبالتالي إفقاد اي خط دفاعي عنهم في مواجهة تغول على حقوقنا كمهنيين نجب أن نتمتع بالحرية في الكتابة وفي العمل وأيضا كصحفيين عندنا وجهات نظر مختلفة تجاه هذا النظام السياسي في الفترة الأخيرة كنا أكبر فئة مهنية في مصر دفعت التمن غالي جدا في محاولة الدفاع عن مهنتها وليس فقط الدفاع عن هموم الشعب المصري بكامله لأنه شايف أن حرية الصحافة بتشكل تهديد خطير لي ولذلك أنا الخوف الشديد يعني توقعاتي السيئة أنه ضيئة هيبقى مرشح النظام وأنه عبد المحسن سلامة يتسحب من المشهد وأنه اللي بيحصل حاليا هو مجرد بس بس ليه أستاذة بالمعاطم يعني هو يعني عبد المحسن سلامة خلينا أقولها كده بشكل أنا برضو يعني أعتبر من المحسوبة على الصحفيين بشكل ما راح حتى رابطة عضوة في النقابة فخلينا نقولها كده زي المصريين عبد المحسن سلامة الصحفيين كتير أهم محترمين مش عداء في النقابة نعمل إيه؟ قليني أقولها كده زي ما أي مصري هيقولها يعني عبد المحسن سلامة ما أسرش مع النظام في حاجة ما فيش حاجة النظام كان عايز يعملها وما حصلتش يعني أثناء فترة وجوده حصل كل الانتهكات اللي حصلت في حق الصحفيين من أنه هم يعودوا في بيتهم من أنه هم يتسرحوا من عملهم من أنه محدش يقف معاهم من أنه هم يروحوا الشغل ويلقى الأمن بيقول لهم روحهم من أنه هم يتحبسوا من أنه هم يتمنع مقالاتهم يعني ما فيش والنقابة حقيقة ما أخدتش أي خطوة كله يعني قانون الصحافة مع مقرب محمد أحمد يعني إيه اللي ممكن يكون عبد المحسن ما أقدمهوش عشان نلاقي في الأستاذ دياء رشوان يعني بيظهر كمان في المشهد إيه الإضافة أصلا لا يقدمها دياء رشوان دياء عنده يعني بالنسبة للنظام القائم حاليا في بصد دياء عنده مستين مهمتين جدا عند النظام أكتر من عبد المحسن حاب سلامة الميزة الأولى أنه هو فعلا مرتزق لدى العسكر دياء رشوان كل تاريخه من ساعة ما بدأ باحث في مركز الدراسات وشاءت الأقدار أن نكون زمنة مع بعض فترة من فترات كباحثين في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام دياء كان دايما قريب من العسكر بيدافع عنهم بيتبنى وجهات نظرهم وبالتالي ليه تاريخ طويل جدا من الولاء ومن الإخلاص لهم واحد واثنين الأهم من داو ده أن المرحلة الجاية إحنا لسه مشوفناش حاجة من السيسي لأن المرحلة الجاية توقع مصرحة تسريح وإغلاق صحف وبالتالي عبد المحسن سلامة مش هيبقى مفيد في هذه المرحلة وهيبقى عب لأن عبد المحسن رئيس مجلس إدارة الأهرام والأهرام الوحيدة فيها ألفين ومتين صحفي تقريبا نصهم هيتسرحهم أو هيتم يعودوا في بيوتهم لأنه رفع أسعار الجرايد مش ممكن منربطوش بعملية إغلاق إصدارات كتيرة جدا في الأهرام بالذات ولأنها ترتفع الأسعار ومحدش هيشتري لأن آخر إحصائية أيلها أحد رجال السيسي اللي هو رئيس اللجنة الوطنية للصحافة في شهر 8 اللي فات بيقول أن عدد كل النسخ من الصحف المصرية المختلفة حكومية وخاصة ومستقلة لا يتجاوز 300 ألف نسخة يوميا لو رفع الأسعار بتاع الصحف زي ما بدأت الأخبار هترفع الأسعار من يوم 9 اللي جاي ده معناه أن هذا الرقم هينزل 150 ألف نسخة على مستوى مصر كلها من كل الصحف ومن كل حاجات وبالتالي هيبقى السؤال المنطقة ساعتها لازم نقلل التكلفة فمعناها تقليل التكلفة معناها أن نسرح الصحفيين ونعمل تسويت معاش مبكر والناس تقعد في بيوتها لأنه بكل بساطة السيسي مش عاوز الصحفيين ولا عاوز الصحافة ولا عاوز إعلامها هو عاوز إدارة لتوجيه معناه وبس وبالتالي هنا ضيعة يبقى مفيد جدا لأنه أولا هو خارج مهنة الصحافة بقاله فترة طويلة وشغال دلوقتي المطبلات لسيسي في العالم الخارجي بيعتبره رئيس العامة للاستعلامات وبالتالي ملوش علاقة بالصحفيين حتى بشكل فردي وبالتالي هيبقى مبارك أكثر وجريء أكثر تتخذ قرارات سيئة جدا عائفة بالزبط لكن عند محسن يبقى ضعيف لأنه يبقى مشكلة فعلا في الأهرام وهو بالذات في الأهرام يعني وضعه مش محتاج يضعف أكثر ما هو حاليا ومن هنا السيسي محتاج حد من خارج العالم الصحافة حد يشتغل من بره في الموضوع زي مجموعة المجلس الهيئة الوطنية للصحافة معظمهم مش علاقة بالصحفيين ولو استكملت سيادتك التصور ده مع تصور تاني أنه هو عارف كويس أول أن الصحف ما بتوزعش طيب أنت لما هترفع الأسعار معناها مش هتوزع أكثر معناها هتقفل الصحف طيب نطقيا الصحفيين ده هيروحوا فين فإحنا ده الوقت أصبحنا في حالة يرسلها واحد مكممين الأفواه اتنين بنفتئر كل يوم والتاني ثلاثة معرضين لفصل جماعي أربعة كل زملاتنا حتى اللي قادرين يشتغلوا شغلتين وتلاتة ما عادوش قادرين يواجههم ارتفاع الأسعار ومن هنا لابد من ضرب النقابة الآن ضرب النقابة لأن ده التنظيم النقابي اللي هيدافع عن كل المقاسي والمدابح اللي جاية في الفترة الجاية ومن هنا مجيء ضياء مهم جدا بالنسبة لهذا النظام الدكتاتوري لأنه هيسهل كل الحاجات لكلها بالكامل بينما عبد المحسن مش هيبقى كفة في شباب كتير من أعضاء النقابة بيقولوا دلوقتي يعني خلينا لو كلمنا بشكل واقعي ده وجد نظرهم يعني لو كلمنا بشكل واقعي فمقعد النقيب محسوم يعني بشكل أو بآخر خلينا نشتغل على بقى مجلس النقابة ويكون الشباب صغير الشباب مهتم بالمهنة يعادر أنه هو يدافع عن حوال الصحفيين وإلى آخر ونركز فيهم وهم يبقوا حقا تصد أمام النقيب إيه رأي حضرتك كفة النم هل الطبخة دي ممكن تنفع؟ أي حاجة ممكن تنفع لتوقف عملية المدبحة اللي احنا نتعرضها أي حاجة بس الأفضل أن يتم عملية تنصيق حقيقي جدا لأن أنا في تصوري أن عدد كبير أو من الزملاء مش مدركين حجم الرفض العارم داخل الجماعة الصحفية لي السيسي ولي رجاله لكن المشكلة الرئيسية هي إزاي نقدر نقنع الناس ببداء المنطقية وفي نفس الوقت قابلة للتحقق لأن هنا قدرنا المعركة بتاعت اقتحام النقابة للأسف في النهاية إحنا خسيرنا كتير بسبب كل التأدريات الخطئة للنقيب والأعضاء المجلس في الفترة دي وكان المفروض يتم استكمال المواجهة حتى النهاية لأن أنا أعتقد أن دي كانت هتصحي قوة ضخمة جدا داخل النقابة أكثر من 70% ما بيحضروش الانتخابات وبنضطر نأجل اجتماع الجامعية العمامية أول مرة وننتظر لتاني مرة عشان يكتمل بالربع وده أدى نتيجة سياسات خاطئة مارسها بعض الزملاء في الفترة الماضية أدت إلى عزوف جماهير مؤيدة ومباركة للمواجهة مع هذا النظام وبدأت تشعر أنها بتفتقد قيادتها الحقيقية ولذلك تجد مثلا وده بمأسام المآس اللي احنا عايشينها دلوقتي أنه مفيش مرشح من بتوعنا يقدر ينزل سواء ضد رشاد رالفعت أو ضد دي رشوان أو ضد عبد المحسن سلامة دي أزمة حقيقية طبعا ممكن بعض الزملاء بيعتبروا دحقهم طبعا الطبيعي وأنا باحترمهم لأننا حتى كمان يعني مش أدر أتكلم لأننا مقيم خارج مصر والتالي باحترم أي حد بيعمل أي حاجة حتى لو كانت صغيرة من باب أنه هو فعلا في أرض المعركة لكن أنا باعتبر أنه الأفضل هو نجمع كل القوة الممكنة في سبيل عملية وقف انتخاب على الضية أو انتخاب ضية وعبد المحسن سلامة ونتفق على هذا ونستمر حتى في برنامجنا في أن الشباب الصغيرين ينجحوا ويشكلوا غالبية المجلس لكن لازم نوقف ده إذا كان ما عندناش بدائل نقدر نقدمها كنقيب في مواجهة الاتنين اللي هما مرتزقة عند النظام بطرق مختلفة واحد مرتزق مثل لبس مدني والتاني مرتزق ببرشوت عسكري اللي هو ضيارة شوان وبالتالي هنا لازم نسقطهم بأي شكل من الأشكال لأن تسقطهم هنا هيدي أمل لأن احنا أكبر نقابة مهنية في مصر لعب دور وطني ودور مهم جدا سواء في حماية حرية التعبير أو سواء في حماية حرية المواطن المصري بشكل عام وبالتالي استهدافنا من قبل السيسي شكرا شكرا أستاذ أبو المعاطي سندوبي الكاتب الصحفي كنت معنا من إسطنبول شرفتنا أستاذ أبو المعاطي نخرج معكم لفاصل ونعطي استكمال فقراتنا خليكم معانا وتعديلات الدستور ترجمة نانسي قنقر